يسعى العراق إلى بناء خمسة مطارات جديدة في محافظات عدة وسط عجز أسطوله الجوي الذي لا يتجوز عدده ثلاثين طائرة لجنة الخدمات والإعمار النيابية انتقدت مساعي محافظات وخاصة الصغيرة منها إلى بناء مطارات جديدة في وقت تحتاج فيه إلى مشاريع للموارد المائية والصناعة والزراعة دعية إلى ضرورة تحرك الحكومة صوبى المشاريع الاستراتيجية